السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا احلى متابعين يارب تكونوا بخير معاكم بسرد وحسن من قناتكم تأسيس وحضانة في البيت النهاردة ان شاء الله هنعمل مراجع بين كتاب بكار وقتر الندى في مادة الماث لبرايم تو او للصف الثاني الابتدائي طبعا دي كتب الترم الاول طبعا هي مجموعة قطر الندى بتيجي بنفس الشكل متغلفة المجموعة بتيجي ده كتيب ده كتيب فيه تدريبات على كل وحدة وده الكتاب وهنا اه فيه شيط فيه طبعا وفي الخلف هنا فيه الاشكال او المجسمات مرسومة كده وفي الخلف طبعا في دهرها بيعرفنا عدد الاضلاع او عدد الزوايا وعدد الاوجه والمعلومات الخاصة بكل شكل تمام ده كتاب بكار بيجي برضو بنفس الشكل ومعاكو طيب او الكتاب الصغير ده الخاص برضو بالمهارات او بالتدريبات طيب هنفتح بقى كل كتاب عشان نشوف هنبدأ بكتاب قطر الندى تمام هو طبعا الحجم مناسب تقريبا الاتنين في نفس الحجم تمام كده بقى ده بالنسبة للحجم هنبدأ نفتح الكتاب مع بعض ده طبعا كتاب قطر الندى عشان ما هنطلقش ده كتاب قطر الندى وفي البداية بيبقى فيه دليل لولي الامر ازاي هنشتغل في الكتاب مع الاطفال وبعد كده هنا بقى فيه المحتوى بتاع الكتاب وهنا وبعد كده في الاخر خالص في كل المصطلحات الخاصة بالماث بالشكل ده تمام كده اللي هي بقى جمع وطرح وبرجراف بيعرفنا المصطلحات كلها اللي في الكتاب اللي هنحتاجها عشان اللي اطفال طبعا لازم يكرؤوا رأس السؤال بالانجلش ويفهموه علشان بعد كده يقدروا يحلوا ايه بنفسهم وكمان دليل لولي الامر عشان لو مش عارف المصطلحات دي طيب هنفتحه مع بعض طبعا الكتاب بادي اعمل يعني مراجعة على اللي فات ريفيجون وان وريفيجون تو ده قطر الندى يا جماعة تمام كده مراجعته ريفيجون تري تمام وبعد كده شابتر وان اللي هي الوحدة الاولى واو الدرس اللي هو او التمثيل البياني بالاعمدة ده كده كتاب اطر الندى كتاب ايه اطر الندى كل ده كده تدريبات طبعا هو الكتاب لونه الورق لونه فاتح والطبعة بتاعته والالوان بتاعته كويسة وجذبة جدا للاطفال مشي ده هنبدأ هنا شابتر تو كده الجامع بنفس الشكل هي تدريبات وبعد كده شابتر تري بيعرفنا هنا ده الدليل والي الامر عشان نعرف ترتيب الدروس وبعد كده برضو اهي تدريبات طبعا في الصفحتين ده اكتب ايه اطر الندى طبعا قلنا المصطلحات بتاعت الماث كلها في نهاية الكتاب تمام طيب الكتاب بتاع اطر الندى بنفس الشكل برضو في تدريبات على كل شابتر يعني شابتر وان عليه تدريبات بتاعته بنفس الشكل وهكذا لحد نهاية الكتاب تدريبات وتطبيقات على ايه الكتاب وهنا الساعة في الاخر وهنا نشاط طالوين كده وعد كونت وقلنا معيه اللي هو الشيت الخاص بالاااااااا بالاااا والمجسمات والااشكال هندسي طيب كتاب بقى بكر نفتحو برضو مع بعض برضو برضو سيكس شابترز تمام وهنا في في جزء خاص هنا بتدريبات الاطفال عشان يختبروا نفسهم وفي النهاية خالص اه هنقول اسعار الكتاب في نهاية الفيديو الكتابين برضو تمام كده الجزء الخاص بالدسكافر من الماث هو مجمعه هنا في نهاية الكتاب طيب في البداية برضو هنا ما عرفنا الأدوات كلها والأطفال ممكن يستخدموها وأنشطة يعني عامل مراجعة سريعة وهنا يعني الحاجات الاساسية المهارات الاساسية أيام الأسبوع والشهور طبعا لازم الأطفال في الماث يعرفوا يوميا كده لازم تتكتب النهاردة ايه طب مبارح كان ايه وبكرة هيبقى ايه وفي نفس الوضع في الشهور برضو وهنا يعني تذكر جايب بقى ايه مراجعات بنفس الطريقة طبعا هو الورق بتاع قطر النادق مفاتح اكتر من ده اين ده اغمق منه شوية طيب وبعد كده بيبدأ شابتر وان وكل الفوكابلوري بتاعت شابتر وان مكتوبة في البداية يعني هناك في في قطر النادق كانت كل الفوكابلوري دي او المفردات مكتوبة في النهاية خلص هنا مكتوبة في بداية الشابتر وبعد كده برضو درس برضو اللي هو التمسيل البياني بالاعمدة بنفس الطريقة تقريبا نفس عدد الاوراق في في الشابتر او في الوحدة زي بعض يعني انا عدتهم زي بعض بالزبط تمام ده طبعا هنا برضو في بداية الشابتر شابتر فور اللي المفردات الخاصة بيه وبعد كده التدريبات اللي هو الساعة وهناك برضو كان في دي الدروس بتاعت الوحدات كلها طيب هنا بقى كتاب بكار اعمل حاجة من اول صفحة متين تسعة عشرين كده اللي هي ايه يعني اختبر نفسك او الطفل بيبدأ يقايم نفسه زي اختبارات كده على كل ما سبق يعني اختبر نفسك او اختبر مهاراتك تمام ودي اسئلة اهي وبعد كده برضو اختبار تلاتة اختبار اربعة خمسة لحد لبعا ستة وسبعة وتمانية وتسعة في اختبارات كتيرة الصراحة كتاب بكار اختبارات كتيرة للطفل يعني عايز الطفل يكون اه متأسس كويس وعايز تشتغل كتير ويحل تدريبات كتيرة كتاب بكار تمام كده لان هو في كمية تدريبات كبيرة جدا وبردو اطر النادة فيه بس بكار عامل في النهاية زي ما قلنا سيلفتشيك ده اختبر نفسك كتير قوي تقريبا اربعة عشر اهون ماشي وبعد كده بقى جاي في نهاية الكتاب خالص اللي هو قلنا كل ما يخص ايه او الحاجات اللي جات في كتاب مجمعها هو هنا هو في نهاية الكتاب بالشكل ده طبعا في الصفحتين بس الصفحتين مش ظهرين قوي هي الصفحة هده اللي بتظهر عشان التصوير تمام يبقى ده كده كل ما يخص الكتاب بكار في نهاية الكتاب تمام بالنسبة لسعر الكتاب كتاب بكار بخمسة وسبعين بخمسة وسبعين جنيه بالنسبة لكتاب قطر الندى سعره تسعة واربعين جنيه فقط يبقى قطر الندى نقول خمسين جنيه قطر الندى نقول خمسين جنيه او تسعة واربعين جنيه وكتاب بكار بخمسة وسبعين جنيه طبعا قلنا ان كتاب بكار في كمية تدريبات كتير قوي فانا انصحكم لو الطفل مش متأسس كويس وطبعا معظم اطفالنا ما حضروش آآ العام الماضي طبعا بسبب ظروف كورونا ربنا يرفع لغباء يا رب فاين الكتاب هنا بسيط شوية هيبقى على قد الطفل او على قد قدراته او على حسب مستوي يعني وطبعا الالوان فيه جزابة اكتر وتشد الطفل والورق اللونه والطباعة بتاعته جيدة الورق لونه افتح من كتاب بكار وطبعا قلنا معاه الشيت ده انا نسيت معلش اعرض لكم كتاب بكار الصغير التدريبات فيه بالشكل ده وهنا مكونات الاعداد جاب لنا مكونات الاعداد كلها وتقريبا جايب مراجعة على يعني اه مش على الوحدات ولا لا مراجعة على الاستراتيجيات مثلا في الجديدة اللي في الماث مكونات الاعداد والكلام ده كله ده كتاب ايه بكار تمام يبقى انا زي ما قلت انصحكم لو الطفل مش متأسس كويس او مستويه متوسط يبقى نجيب له كتاب قطرنا ده لو الطفل متأسس كويس جدا ومستوام وتفوق وعايز تدريبات كتيرة وتمرينات وكده يبقى كتاب بكار وطبعا حرية الاختيار دي ترجع لكم اه انا عرضت الكتابين علشان لو حبينا نروح طبعا اه معظم المكتبات مش هترضى ان هي طبعا اه تفتح الكتب او 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 الكتاب ده مسلا قطرنا ده بيبقى متغلف زي ما قلت الاجزاء اللي فيه يا رب الريفيو او المقارنة بين الكتب تكون عجبتكم ما تنسيش بقى تضغطوا لايك للفيديو علشان يوصل لكل الامات وتستفيد وقولولي رأيكم في التعليقات تحت لو محتاجين اي سؤال او اي كتب عرفوني استودعكم الرحمة الذي لا تضيع لديه الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته